موسيقى السلام عليكم أعزاء المتعلمين في حلقة جديدة من دروس الرياضيات للصف الخامس سوف نتناول في هذه الحلقة الدرس الرابع من الوحدة العاشرة بعنوان الربط بين الكسور والكسور العشرية والنسب المئوية هل أنتم مستعدون؟ بسم الله الرحمن الرحيم عزيز المتعلم الآن نحتاج في هذا الدرس أن نتذكر عوامل العدد 100 نلاحظ أن لدينا 10 ضرب 10 يساوي 100 50 ضرب 2 يساوي 100 20 ضرب 5 يساوي 100 25 ضرب 4 يساوي 100 كما تعودنا أن دائما في بداية كل درس نحرص على المعلومات السابقة التي تعلمناها لكي نستفيد منها في هذا الدرس وقد تنفعنا معلومة أخرى عزيز المتعلم نحتاج إلى أن نستذكرها في هذا الدرس وهي كيفية كتابة في صورة كسر عشر لدينا هنا كسر اعتيادي ونريد أن نكتبه في صورة كسر عشر كيف نفعل ذلك لأن المقام لدينا هنا من قوى العشرة إذن من السهل جدا أن نكتبه بهذه الصورة ويكتب صفر فاصلة أربعة وينطق أربعة أجزاء من العشرة وأيضا سلطنا الضوء عزيز المتعلم في الدروس السابقة أنك بإمكانك مشاهدة إذا كان المقام لدينا هنا عشرة كم صفر فيه في صفر واحد إذن سنحجز مكان واحد بعد الفاصلة العشرية ونكتب فيه العدد الموجود في البسط إذن أربعة أجزاء من العشرة حسنا هنا لدينا أربعة وسبعون على مئة نلاحظ لأن المقام مئة من السهل جدا كتابته في صورة كسر عشر سنكتب ماذا؟ لأن المقام مئة أي لدينا صفرين في العدد مئة إذن سنحجز منزلتين بعد الفاصلة العشرية إذن سنكتب أربعة وسبعون جزءا من المئة إذن صفر فاصلة أربعة وسبعون مثال آخر تسعة على مئة لأن المقام مئة إذن من السهل جدا أن نكتبه في صورة كسر عشر كيف نفعل ذلك؟ كما قلت في الأمثلة السابقة ننظر إلى عدد الأصفار في المقام هنا لدينا صفران إذن سنحجز منزلتان بعد الفاصلة العشرية ونكتب فيها ستقول معلمتي لدينا هنا فقط التسعة نعم أحسنت يا عزيز المتعلم إذن سنكتب صفر فاصلة صفر تسعة لاحظ أن حجزنا منزلتان بعد الفاصلة العشرية وكيف تقرأ تسعة أجزاء من المئة حسنا هنا مثال آخر نلاحظ الكسر الاعتيادي سبعة على عشرون هل بإمكاني كتابته في صورة كسر عشرية؟ نعم بإمكاني ولكن بعد أن نوجد الكسر المكافئ اللي يكون مقامة من قوى العشرة إما عشرة أو مئة أو ألف كيف نفعل ذلك من خلال ما تطرقت له في بداية الدرس وقلت ما هي عوامل العدد مئة؟ إذن المقام هنا عشرون كيف يصبح مئة المقام؟ لاحظ أن العشرون ضربناها في خمسة لتصبح مئة إذن سأقوم بنفس الشيء في البسط إذن سبعة ضرب خمسة يساوي خمسة وثلاثون الآن لدينا الكسر الاعتيادي خمسة وثلاثون على مئة نلاحظ هنا لأن المقام من قوى العدد عشرة إذن بإمكاني كتابته في صورة كسر عشري ويكتب صفر فاصل خمسة وثلاثون ويقرأ خمسة وثلاثون جزءا من المئة لاحظ عزم تعلم سؤال آخر بنفس الطريقة وهنا لدينا المقام خمسون لكي نكتبه في صورة كسر عشري نوجد الكسر المكافئ اللي يكون مقام من قوى العشرة وهنا لدينا مئة لاحظ عزم تعلم الخمسون كيف أصبحت مئة ضربنا في اثنان إذن سنضرب العشرون ضرب اثنان يساوي أربعون إذن أربعون على مئة باستطاعة الآن كتابتها في صورة كسر عشري نلاحظ وكما سبق أن قلت لأن لدينا صفران في المقام إذن سنحجز منزلتان بعد الفاصلة العشرية ونكتب العدد الموجود في البص إذن أربعون جزءا من المئة هنا يريد العكس عزيز المتعلم وأيضا سبق أن أخذنا هذه المعلومة في الدروس السابقة أكتب في صورة كسر اعتيادي نلاحظ هنا لدينا ستة عشر جزءا من المئة وكما ذكرت في الأمثلة السابقة كم منزل بعد الفاصلة العشرية لدينا منزلتان بعد الفاصلة العشرية إذن سنكتبها ستة عشر على مئة لاحظ هنا لدينا اثنان جزء من المئة كيف نكتبها في صورة كسر اعتيادي إذن لدينا اثنان ومنزلتان هنا بعد الفاصلة العشرية إذن اثنان على مئة وهنا عزيز المتعلم لدينا خمسة أجزاء من العشرة إذن لاحظ أن عدد المنازل بعد الفاصلة العشرية هي منزلة واحدة إذن سنكتبها خمسة على عشرة اكتب الكسر والكسر العشري والنسبة المئوية التي تمثل كل من الأجزاء المظللة لاحظ العزيز المتعلم لدينا هنا شبكة المئة وفيها الأجزاء المظللة لو أردنا أن نكتب الكسر أي البسط والمقام سنعد الأجزاء المظللة أولا نلاحظ لدينا عشرة عشرون سبعة وعشرون على مئة حسنا هل بإمكان كتابتها في صورة الكسر العشري نعم من خلال ما سبق واستذكرنا أنها تكتب سبعة وعشرون جزءا من المئة لماذا؟ كما قلنا لدينا في المقام مئة إذن حجزنا منزلتان بعد الفاصل العشرية وكتبنا العدد الموجود في البسط وهو سبعة وعشرون إذن تنطق سبعة وعشرون جزءا من المئة وأيضا عزيز المتعلم في بداية هذه الوحدة تعلمنا على كتابة النسبة المئوية وكما قلنا أن نكتب سبعة وعشرون لأن المقام على مئة نستبدلها برمز النسبة المئوية إذن سبعة وعشرون بالمئة من المثال السابق عزيزي المتعلم لنربط بين الكسور والكسور العشرية والنسبة المئوية نلاحظ أن السبعة وعشرون على مئة يساوي السبعة وعشرون بالمئة يساوي السبعة وعشرون جزءا من المئة أي بإمكاني التحويل بينهما دام أنهما متساوين إذن إذا أعطاني الكسر بإمكاني إيجاد الكسر العشري إذا أعطاني النسبة المئوية بإمكاني كتابتها في صورة كسر نأخذ مثال آخر عزيزي المتعلم أكتب الكسر والكسر العشري والنسبة المئوية التي تمثل كل من الأجزاء المضللة نلاحظ أن هنا لدينا تسعة أجزاء من المئة إذن إذا كتبناها في صورة كسر أي بسط ومقام سنكتب تسعة على مئة وأيضا بإمكاني من خلال الكسر تسعة على مئة كتابتها في صورة الكسر العشري إذن كما قلنا لدينا المقام مئة لدينا صفران إذن سنحجز منزلتان بعد الفاصلة العشرية وسيكون الإجابة هي تسعة أجزاء من المئة وكتبناها في هذه الصورة حسن عزيز المتعلم هل بإمكانك كتابة النسبة المئوية نعم سأخذ الرقم الموجود في البسط وهو تسعة وأكتب تسعة بالمئة وكما قلنا عزيز المتعلم لأن بإمكاني الرقب بين الكسور والكسور العشرية والنسبة المئوية أي بأنهم جميعا متساوين إذا أعطاني الكسر تسعة على مئة هل بإمكاني كتابة النسبة المئوية حتى لو لم تكن لدي الأجزاء المضللة أو شبكة المئة نعم بإمكاني عزيز المتعلم لاحظ هنا يريد النسبة المئوية هنا لدينا تسعة على مئة إذن كما فعلنا في السابق نشيل المئة ونضع رمز النسبة المئوية إذن تسعة بالمئة هل بإمكاني كتابة الكسر العشري أيضا عزيز المتعلم لاحظ أن هنا لدينا في المقام مئة فيها صفران إذن سنكتب بعد الفاصط العشرية منزلتان وسنكتب تسعة أجزاء من المئة عزيز المتعلم الآن أعطانيها بطريقة مختلفة وأيضا يريد الرب بين الكسور والكسور العشرية والنسبة المئوية ولكن هنا ما هو المعلوم المعلوم هي النسبة المئوية هل بإمكاني كتابة الكسر نعم بإمكاني كتابة الكسر لأن هنا لدينا واحد وستون بالمئة إذن سأكتبها بصورة كسر أي بسط ومقام واحد وستون على مئة هل بإمكاني كتابة الكسر العشرين نعم عزيز المتعلم إما من خلال الكسر العتيادي أو من خلال النسبة المئوية بإمكاني كتابة الكسر العشرين وسيكون واحد وستون جزءا من المئة نلاحظ أن بعد الفاصلة العشرية لدينا منزلتان بناء هنا لأن المقام مئة نلاحظ وهذه هي الإجابة النهائية وقمنا بالرب بين الكسور والكسور العشرية والنسبة المئوية مثال آخر عزيز المتعلم ولكن في هذه المرة المعلوم والمعطاء هو الكسر العشر كيف نقرأه لأن لدينا منزلتان بعد الفاصلة العشرية إذن هو أربعة أجزاء من المئة كيف نكتب الكسر الاعتيادي لاحظ معزيز المتعلم سنكتب أربعة على مئة وكيف نكتب النسبة المئوية من خلال إما الكسر الاعتيادي أو الكسر العشري سنكتب أربعة بالمئة بوضع رمز النسبة المئوية مثال مختلف عزيز المتعلم وفي هذا السؤال تحتاج أن تستذكر جميع معلوماتك التي سبق وأن ذكرتها في هذا الدرس اكتب في صورة نسبة مئوية ستة على عشرون لاحظ عزيز المتعلم هنا لدينا المقام عشرون ولكي نكتبها في صورة نسبة مئوية نحتاج أن يكون مقامنا مئة وبذلك سنوجد كسرا مكافئ مقام مئة إذن سنستذكر المعلومات التي عرضتها لك في بداية الدرس وهي عوامل العدد مئة إذن العشرون كيف أصبحت مئة ضربنا في خمسة إذن عشرون ضرب خمسة في المقام يساوي مئة سنضرب نفس الشيء في البص ستة ضرب خمسة يساوي ثلاثون الآن ثلاثون على مئة هل من السهل جدا أن نكتبها في صورة نسبة مئوية نعم عزيز المتعلم إذن تكتب ثلاثون بالمئة سؤال آخر عزيز المتعلم ويريد أكتب في صورة نسبة مئوية لدينا اثنان وعشرون على خمسة وعشرون ولكي نكتبها في صورة نسبة مئوية نحتاج أن نوجد كسرا مكافئ مقامة مئة ونستذكر المعلومات التي أعطيت تكرياها في بداية الدرس وهي عوامل إذن خمسة وعشرون ضرب كم يساوي مئة إذن خمسة وعشرون ضرب أربعة سنقوم بنفس الشيء في البسط إذن اثنان وعشرون ضرب أربعة يساوي ثمانية وثمانون إذن الكسر المكافئ اثنان وعشرون على خمسة وعشرون يساوي ثمانية وثمانون على مئة هل باستطاعتي الآن كتابتها في صورة نسبة مئوية نعم لأن مقامي مئة من السهل جدا نستبدل المئة برمز النسبة المئوية إذن ثمانية وثمانون بالمئة اكتب في صورة نسبة مئوية لدينا ستة عشر جزءا من المئة لكي نكتبها في صورة نسبة مئوية علينا أولا أن نكتبها في صورة كسر أي بسط ومقام ويكون مقامي مئة إذن ستة عشر على مئة الآن نشيل المئة ونضع رمز النسبة المئوية وتكتب بهذه الطريقة ستة عشر بالمئة هنا لدينا اثنان جزءا من المئة ولماذا قرأناها بهذه الطريقة لأن بعد الفاصل العشرية لدينا منزلتان وتكتب اثنان على مئة في صورة كسر لأن مقامي مئة بإمكاني الآن كتابتها في صورة نسبة مئوية إذن اثنان بالمئة لاحظ عز المتعلم هنا بعد الفاصل العشرية لدينا فقط منزل واحدة فيها الخمسة إذن هي خمسة على عشرة ولكي أكتبها في صورة نسبة مئوية أوجد الكسر المكافئ للخمسة على عشرة ويكون مقامه مئة أي سيكون خمسون على مئة لأن مقامي مئة الآن من السهل جدا كتابتها في صورة نسبة مئوية وتكتب خمسون بالمئة اكتب في صورة كسر عشري لاحظ عز المتعلم من خلال درسنا اليوم هو الربط بين الكسر والكسر العشري والنسبة المئوية هنا لدينا نسبة مئوية ويريد أن نكتبها في صورة كسر عشري لاحظ أربع وسبعون بالمئة إذن هي أربع وسبعون على مئة بصورة كسر حسنا هل بإمكاني كتابتها في صورة كسر عشري نعم من السهل جدا إذن أربع وسبعون جزء من المئة حسنا عزي المتعلم الآن تسعة بالمئة لو بكتبها على صورة كسر كيف تكتب ستكتب تسعة على مئة إذن الآن كيف تكتب في صورة كسر عشري لاحظ لأن مقامي مئة فيها صفرين إذن سنحجز منزلتان بعد الفاصلة العشرية ونكتبها بهذه الطريقة صفر فاصلة صفر تسعة لاحظ لم أكتب التسعة مباشرة بعد الفاصلة العشرية وإنما لأن مقامي مئة حجزنا منزلتان بعد الفاصلة وتقرأ تسعة أجزاء من المئة هنا لدينا أربعون بالمئة حسنا كيف تكتب تكتب أربعون على مئة لأن مقامي مئة إذن سأكتبها بصورة كسر عشري بكل سهولة كما فعلنا في السابق إذن أربعون جزء من المئة أكتب في صورة كسر في أبسط صورة إن أمكن لدينا ستون بالمئة إذن نحتاج أن نضعها في صورة كسر أولا كيف نفعل ذلك لأنها ستون بالمئة إذن هي تكتب ستون على مئة الآن هل هي في أبسط صورة ستون على مئة أهلية في أبسط صورة كلا كيف سنضعها في أبسط صورة سنقسم على العامل المشترك الأكبر بين البسط والمقام وفي هذه الحالة سنقسم على عشرون إذن ستون تقسيم عشرون يساوي ثلاثة مئة تقسيم عشرون يساوي خمسة الآن وضعنا ستون بالمئة في صورة كسر في أبسط صورة إذن يساوي ثلاثة أخماص سؤال آخر خمسون بالمئة سنكتبها في صورة كسر أول شيء إذن ستكتب خمسون على مئة هل هي في أبسط صورة هل الخمسون على مئة في أبسط صورة كلا إذن سنقسم على العامل المشترك الأكبر بين البسط والمقام وفي هذه الحالة سيكون خمسون إذن سنقسم على خمسون وأيضا من خلال الملاحظة عزيز المتعلمين إذن خمسون تقسيم خمسون يساوي واحد مئة تقسيم خمسون يساوي اثنان وقلنا من خلال الملاحظة البسط نصف المقام إذن الكسر المكافئ له نصف وهو في أبسط صورة ضلل دائرة الرمز الدال على الإجابة الصحيحة خمسة وعشرون على خمسة وعشرون في صورة نسبة مئوية هي ماذا؟ هل هي خمسون بالمئة؟ مئة بالمئة؟ خمسة وعشرون بالمئة؟ خمسة وسبعون بالمئة؟ لاحظ هنا المقام لدينا خمسة وعشرون إذن لكي نكتبها في نسبة في صورة نسبة مئوية علينا أن يكون المقام مئة إذن خمسة وعشرون ضرب أربعة يساوي مئة ونفس الشيء سنقوم في في البسط خمسة وعشرون ضرب أربعة يساوي مئة مئة على مئة هي ماذا؟ هي مئة أيضا بإمكانك الاستعانة بمعلوماتك عزيز المتعلم فرضا أن تأخذ في الاختبار خمسة وعشرون من خمسة وعشرون إذن ما هي نسبة نجاحك؟ هي مئة بالمئة أحسنتم أعزاء المتعلمين وفالكم دائما النجاح والتفوق إلى هنا نصل أعزاء المتعلمين إلى ختام حلقتنا أتمنى لكم التوفيق ونلقاكم على خير في درس جديد من دروس الرياضيات وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر